تتصاعد وثيرة الجرائم والانتهاكات الحوثية بحق المدنيين في اليمن لا سيما شريحة الاطفال الذين اصبحوا الضحايا الابرز الانتهاكات حقوق الانسان خلال الثلاثة اشهر الاخيرة وشملت الانتهاكات المرصودة وفق تقارير الحقوقية انتهاك الحق في الحياة والسلامة الجسدية والاعتقال التعصفي والاخفاء القصري 107 حالات انتهاك للميليشيات الحوثية ضد الاطفال تم رصدها في محافظة صنعاء وتعز والحديدة والضالع خلال فترة من واحد ابرير حتى العاشر من يونيو اسفرت عن مقتل واصابة نحو 73 طفلا منظمة سام سجلت مقتلى واصابة 51 طفلا في مدينة تعز على يد ميليشيات الحوثي قتل منهم 20 طفلا بينهم 8 اطفال قتلهم القناصون الحوثيون واصيب 27 بعمليات القنصة فيما اصيب البقية بشضايا القذائف العشوائية التي تتساقط على الاحياء السكنية بشكل شبه يومي وغتلت الالغام والمتفجرات التي زرعتها ميليشيات الحوثي 6 اطفال في الساهة الغربي فيما اصيب 9 اخرون يحمل بعضهم يعاقات دائمة وفي الضالة قتل طفل واصيب 5 اخرون فيما هجرت الحرب الاف الاطفال مع عائلتهم وتتعمد ميليشيات الحوثي خطف الاطفال والزج بهم في جبهة القتال وتأخذهم مقودا لحربها العبثية حيث وثقت تقارير حقوقية اختطاف الميليشيات 6 اطفال في مديرية الحشا ولا يزالون قيد الاحتجاز ولا تعرف اسرهم شيئا عن مصيرهم منذ لحظة اختطافهم